موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم عزيز الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح برنامج الدراسات الإسلامية المستوى الثاني وكلة الشريعة والقانون المستوى الثالث مرحبا بك في الحلقة الأخيرة من سلسلة الحلقات التعليمية لمقرر فقه المعاملات الجزء الثاني والتي سنتناول فيها عقد الإجارة وبدل الخلو وعقد التأمين موسيقى متوقع منك عزيز الدارس بعد مشاهدة هذه الحلقة أن تحقق الأهداف التالية تعرف الإجارة وتذكر أحكامها تبين بدل الخلو تشرح الإجارة المنتهية بالتمليك تعدد أنواع التأمين وتذكر حكم كل نوع ولتحقيق أهداف هذه الحلقة سنتناول الفقرات التالية عقد الإجارة وبدل الخلو والإجارة المنتهية بالتمليك وكذلك عقد التأمين والآن نبدأ بالفقرة الأولى من فقرات هذه الحلقة وهي بعنوان عقد الإجارة الإجارة في اللغة مشتقة من الأجر وهو العوض وتعرف اصطلاحا بأنها عقد على المنافع مقابل عوض مالي معلوم إذن عندنا العقود قسمين هناك عقود على الأعيان وهناك عقود على المنافع العقود على الأعيان مثل البيع أن تعقد على شراء سيارة أو بيعها هذه أعيان يعني فهي تتملك أما بالنسبة للإجارة فهي عقد على المنفعة يعني أنت لا تتملك الأصل وإنما تنتفع به فإذا انتهيت من مدة الإجارة تعيده إلى صاحبه وطبعا الإجارة لا بد أن تكون بأجر معلوم ما حكم هذه الإجارة؟ الإجارة مشروعة والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن هنا يتكلم عن مسألة أن الطفل إذا أرضعت امرأة أخرى غير أمه فإنه يعني يعطى أو تعطى هذه المرأة أجرها فهذا نوع من الإجارة هذه الإجارة لها أركان وهي كغيرها من العقود التي ذكرناها في السابق من أركانها الصيغة التي يقصد بها الإجابة والقبول وكذلك العاقدان وهما المؤجر والمستاجر وكذلك المعقود عليه وهو محل الإيجار سواء كان عقارا أو غيره ما هي شروط عقد الإيجار؟ حتى يصبح هذا العقد صحيحا لا بد له من شروط الشرط الأول رضا المتعاقدين لا بد من الرضا وهذا الرضا الذي يدلنا على الرضا هو الإيجاب والقبول الذي يصدر من الطرفين الثاني أن يكون كل منهما بالغا عاقلا مختارا وهذه التي تسمى عند الأصول الأهلية الشرط الثالث أن لا يكون العمل على الأجير فرضا والمقصود بذلك أن لا يكون هذا العمل الذي سيقوم به مفروض عليه مثل الصلاة مثل الصوم لا يجوز الإنسان والعلماء متفقون بالنسبة للصلاة أنه لا يجوز أن يؤجر الإنسان غيره ليصلي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحد عن أحد وكذلك بالنسبة للصيام مدام الإنسان قادر على الصيام لا يجوز له أن يؤجر شخصا ليصوم عنه إلا إذا مات وعليه صوم فهذه مسألة اختلف فيها العلماء النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه هذا عند جمهور الفقهاء وبعضهم مثل الإمام أحمد يرى أنه لا يصوم عنه إلا إذا نذر ذلك الصوم بالنسبة للإجارة في الحج جمهور العلماء يجيزون الإجارة في الحج يعني أن إذا كنت غير قادر على الحج ولا تستطيع مثلا أن تصل إليك أن تكون مريضا أو مات الشخص ونريد أن نؤجر شخص آخر يحج له مثل هذا الحال الجمهور يجيزون مثل هذا الأمر وقد ورد أن صحابيا وجده النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لبيك عن شبرمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه يجوز التأجير في الحج إذا كان الإنسان عاجزا أو غير قادر على الحج صحيح يعني حيا لكنه غير قادر على الوصول إلى الحج إذن هذا ما يتعلق بالعبادة مسألة أخذ الأجرة على الحج أو على العبادة هل يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن يجوز أخذ الأجرة على الأذان يجوز أخذ الأجرة على الإمامة الصحيح الذي رجحه أكثر علماء أنه لا بأس أن يأخذ الإنسان أجرة على مثل هذه الأمور لأنه إذا لم يعني يأخذ أجره وقلنا أنه لا يجوز الإنسان أن يأخذ أجره هذه المواضع ستخلو ولن يمارسها أحد فنكون قد فرغنا بعض الأشياء التي لا بد منها ولا بد من فعلها الشرط الرابع أن تكون المنفعة معلومة علما يمنع المنازعة يعني المنفعة التي مثلا أجر السيارة أو أجر المنازعة لا بد أن تكون محددة وواضحة حتى لا يحصل النوع من التنازع الشرط الخامس أن تكون المنفعة مقدورة الاستفاء يعني أنت قادر على استفائها وقادر على إعطائها للشخص الذي سيستأجر سادسا أن تكون المنفعة مباحة شرعا فإذا كانت محرمة لا يجوز إيجارها سابعا أن تكون الإيجارة مالا متقوما يعني الأجرة لا بد أن تكون مال متقوم متقوم معناها أن يكون له قيمة شرعية يعني مثلا النجاسات لا تعتبر مال لأنه ليس لها قيمة شرعية المحرمات لا تعتبر مال لأنه ليس لها قيمة شرعية إذن أن يكون مالا متقوما الشرط الثاني بقاء العين المؤجرة بعد الانتفاع بها لأنه كما ذكرنا الهواء عقد على المنفعة وليس عقد على العين يعني لا يتملك إذن هذا ما يتعلق بشروط الإجارة حتى تكون صحيحة أما بالنسبة لأقسام الإجارة فهي تختلف هناك يعني إجارة على منافع الأعيان وهناك إجارة على منافع الإنسان الإجارة على منافع الأعيان معناها أن تؤجر شقة مثلا أو تؤجر سيارة أنت تنتفع بعين يعني هذه العين أنت تنتفع بها أما الإجارة على منافع الإنسان فمعناها أن تستأجر شخصا مثلا ليبني بيتا أو ليرممها أو ليعمل عملا معينا هذه إجارة على منافع الإنسان وهناك أقسام للإجارة من حيث تعيين المحل وعدم تعيينه فهناك إجارة معينة وهناك إجارة غير معينة الإجارة المعينة أن تكون محددة يعني بالرؤية أو بالإشارة إليها أو بأمر معين تكون محددة غير يعني مطلقة أما الإجارة غير المعينة كأن تستأجر شخص ليقوم بعمل ولا تحدد له مثلا في مكان معين أو بطريقة معينة وإنما تطلب منه العمل فقط بمواصفات معينة هذا هو النوع الثاني من أنواع الإجارة نعم ماذا يترتب على عقد الإجارة؟ لو أننا أجرينا عقد الإجارة هل تترتب عليه ما هي الآثار مترتبة على هذا العقد؟ تترتب عليه عدة أمور منها تسليم العين المؤجرة إذا أجرت الإنسان عينا لا بد أن تسلم هذه العين حتى يتمكن من الاستفادة أو الانتفاع من منافعها ثانيا لا بد من المحافظة على العين المستأجرة لا يجب أن تخربها وحتى لو حصل فيها شيء أن تضامن لأنه يجب أن تحافظ عليها ثالثا دفع الأجرة للمؤجر يعني في الموعد المحدد سواء كان شهريا أو سواء سنويا على حسب الاتفاق رابعا أن يستعمل المستأجر الشيء الذي استأجره فيما أعد له مثلا أنت استأجرتها لأمر معين يعني لأسرة ينبغي أن تكون لأسرة أنت استأجرتها مثلا لشركة ينبغي أن تكون لشركة لا بد أن تكون في الشيء الذي استأجرته من أجله ما هي أسباب فسق عقد الإجارة؟ متى يمكن أن يفسخ هذا العقد؟ يفسخ هذا العقد إذا هلكت العين المؤجرة أو طراء حدوث أو عيب معين يعني على هذه العين كذلك عندها لك المؤجر عليه أو استيفاء منفعة المعقود عليه أو إتمام العمل أو انتهاء المدة كل هذه حالات ينفسخ فيها عقد الإجارة عزيز الدارس كان ذلك عن عقد الإجارة والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية وهي بعنوان بدل الخلو ما المقصود ببدل الخلو؟ بدل الخلو يقصد به أن يتفق المستأجر الأول مع المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد مقابل مبلغ زائد عن الأجرة الدورية هذا المقصود ببدل الخلو يعني شرح لهذا التعريف بدل الخلو المقصود بها أن تكون أنت مستأجر مثلا لعقار لمحل أو مستأجر لبيت مثلا لمدة السنتين وتريد أنت قبل السنتين مثلا بقي لك ستة أشهر يمكن أن يأتي شخص آخر تتنازل له عن هذه ستة الأشهر يستأجرها هو لأنه محتاج إليها مقابل أن يعطيك مبلغ زائد على المبلغ المعهود هذا هو بدل الخلو هذا نوع وهناك نوع آخر سنتحدث عنه ما حكم هذا بدل الخلو بدل الخلو إذا اتفق المستأجر الأول مع المستأجر الثاني على هذا الأمر وكانت المدة لازالت باقية ففي هذه الحالة يجوز شرعا أن تؤجر له أو أن تتنازل عن حقك المتبقي مقابل مبلغ معين وكذلك لو أن صاحب الملك يريدك أن تخرج مثلا بقي لك ستة أشهر أو سبعة أشهر أو غيرها إذا أعطاك مقابل خروج مبلغا معينا هذا أيضا يسمى عند بعض العلماء بدل الخلو وهذا يجوز شرعا ما دامت مدة الإجارة باقية لك أنت فهي من حقك ويجوز لك أن تبيع هذه المدة بمبلغ يعني قليل أو مبلغ كثير أو مبلغ مساوي وهذا الذي ذكره المجمع الفقهي في دورته الرابعة المنعاقدة في جدة عزيز الدارس كان ذلك عن بدل الخلو أما الإجارة المنتهية بالتمليك فسنوضحها من خلال الفقرات التالية يقصد بالإجارة المنتهية بالتمليك أن يؤجر مالك العين أي كان نوعها عقارا أو آلة من الآليات كالسيارة أو معدة من المعدات الثقيلة أو غير ذلك لعدة سنوات بأجرة سنوية محددة وموزعة بأقصاد تدفع في مواعد محددة إذن هذا هو المقصود بالإجارة المنتهية بالتمليك يقصد بالإجارة المنتهية بالتمليك أن تتفق مع شركة أو مع بنك أن يؤجر لك مثلا سيارة تدفع أنت قصت معين مثلا شهريا يكون هذا القصت أعلى من القصت المعروف مثلا إذا كنت تدفع في الشهر يعني في اليوم ثلاثة ألف ريال أنت ستدفع له ستة ألف ريال على أن يتتم الاتفاق بينك وبين البنك أو بينك وبين الشركة أنه بعد أن تنتهي مثلا بعد سنتين أو ثلاثة أو أربع تنتهي هذه المدة الإجارة أن البنك يهب لك هذه السيارة أو يبيع لك هذه السيارة أو في العقل تتفق معه على أنه يعني يعيدك بالبيع أو بالتمليك بعد هذه المدة هذه هي الإجارة المنتهية بالتمليك ما حكم الإجارة المنتهية بالتمليك هل هي جائزة شرعا أم أنها محرمة المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمات المؤتمر الإسلامي يرى جواز الإجارة المنتهية بالتمليك بشرط أن لا تكون عقداً واحداً لا بد أن تكون عقدين منفصلين يعني مثلاً يعني يكون العقد بينك وبين البنك عقد أولاً إجارة ثم عقد آخر وهو بيع أو عقد إجارة ثم عقد آخر وهو هبة إذا كانت عقدين منفصلين فأجازها المجمع الفقهي التابع لمنظمات المؤتمر الإسلامي عزيز الدارس كان ذلك ما يتعلق بالإجارة المنتهية بالتمليك الآن ننتقل للفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة وهي بعنوان عقد التأمين عقد التأمين المقصود به هو عقد يلتزم فيه المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو أي عوض مالي في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قصط أو أي دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن إذن المقصود بالتأمين المقصود بها أن تذهب إلى شركة من شركات التأمين وتقول لهم مثلا أنا أريد أن أؤمن على السيارة أو أريد أن أؤمن على المبنى أو أريد أن أؤمن على الحياة كيف يكون التأمين أدفع أنا قصط شهري مبلغ معين شهريا طوال حياتي ماذا يترتب على هذا القصط؟ يترتب على هذا القصط أنه إذا أصابني ضرر في نفسي أو في السيارة مثلا أو في المبنى فإن هذه الشركة تقوم بإعطاء مبلغ مالي تعويض عن هذا الضرر الذي حصل هذا هو خلاصة التأمين هذا التأمين ليس نوعا واحدا التأمين هو أنواع ولذلك عندنا التأمين يسمى التأمين التجاري وتأمين آخر يسمى التأمين التعاوني التأمين التجاري هو هذا الذي شرحت أن تذهب إلى شركة خاصة بالتأمين تدفع قصط شهري معين أو مبلغ معين على حسب الاتفاق مقابل أن يعطوك يعني تعويض عن الأضرار هذا التأمين التجاري جمهور علماء العاصر بل يكاد يكون إجمع علماء العاصر على أنه محرم لم يخالف إلا بعض العلماء في جوازه وإلا كل العلماء والمجامع الفقهية تفتي بأن التأمين التجاري محرم لأن فيه ربا وفيه غرار وغيره من المخالفات الشرعية أما التأمين الآخر الذي يسمى التأمين التعاوني أو التأمين التكافلي هو أن يتفق مجموعة من الأشخاص مثلا في مهنة معينة أو في مهنة مختلفة أن يدفعوا مبلغا معينا مثلا شهريا على أنه إذا أصيب أي شخص مثلا بمراض أو بضرر معين يعطى مبلغا من هذا الصندوق مقابل هذا الضرر عوض عن هذا الضرر هذه التأمين التعاوني هو جائز شرعا واتفقت المجامع على جوازه والفرق بينه وبين التأمين التجاري أن التأمين التجاري إذا انتهت الشركة وانفضت لا تعيد الأموال إلى أصحابها أما التأمين التعاوني فإذا انتهت الشركة وانفضت فإنه تعاد الأموال إلى أصحابها هذا ما يتعلق بموضوع التأمين عزيز الدارس نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية المقرر فقه المعاملات الجزء الثاني نتمنى أن تكون قد قضيت مع حلقات هذه السلسلة وقتا ممتعا ومفيدا وإلى أن نلقاك في مقرر آخر نستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة